الحمد لله مكون الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا مكان قال الله تعالى إن الحسنات يذهبنا السيئات ومما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرح معنى الآية ما رواه مسلم في الصحيح أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم ألف حسنة يسبح الله تعالى مئة تسبيحة فيكتب له بهن ألف حسنة ويمحى عنه بهن ألف خطيئة في هذا الحديث بيان أن الحسنة الواحدة تمحو عشرة من السيئات هذا أقل ما يكون وقد تمحو الحسنة الواحدة أكثر من ذلك من السيئات بيان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المئة تسبيحة يكون ثوابها ألفا من الحسنات وزيادة على ذلك أخبر بأنه يمحى عن قائل هذه المئة تسبيحة ألف خطيئة أي معصية ولم يقيد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخطيئة بأنها من الصغائر فنقول يجوز أن يمحو الله بالحسنة من الحسنات بعض الكبائر فقد ثبت بالإسناد الصحيح أن من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يغفر له وإن كان قد فر من الزحف فارا من الزحف أي هاربا من صف القتال أي بلا عذر والفرار من الزحف من أكبر الكبائر فإذا كان بهذه الكلمة من الاستغفار يمحى من الكبائر ما شاء الله تعالى فلا مانع من أن يمحى بالتسبيح ونحوه بعض الكبائر ثم اللفظ يقرأ على وجهين يقرأ بالرفع الحي القيوم ويقرأ بالنصب الحي القيوم كل ذلك جائز عند علماء النحو فجدوا واجتهدوا يا إخواننا وأقبلوا على فعل الصالحات قبل الموت والفوات يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وفقكم الله وزادكم الله من فضله وجعلكم من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وأبدا